تمت يوم أمس عملية المحاكات الأولى في أكثر من 927 محطة بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل للتصويت العام ومحطة واحدة للتصويت الخاص في كل مكتب محافظة كانت النتائج للإجراءات العدو الفرز اليدوي مع العدو الفرز الالكتروني مطابقة من نسبة 100% لا يوجد أي اختلاف ما بين العدو الفرز اليدوي والعدو الفرز الالكتروني تأكدنا من عمل كافة الأجهزة لا توجد أي عطلات أو توقفات سجلت خلال عملية المحاكات التي استمرت من العشرة الصبح إلى 12 و 5 دقاق يعني بعد منتصف اليوم حتى أنه نلاحظ سحب تقرير المنتصف كانت طباعة التقارير مثل ما صمم لها وكانت كل الإجراءات ناجحة لا يوجد أي خطأ أو أي توقف لأي جهاز فقط تأكدنا من الوقت المخصص لعملية العدو الفرز اليدوي لأن القانون الأخير نص على أن تكون كل المحطات بعد انتهاء التصويت سيكون فيها عدو فرز يدوي قصنا الوقت وملائمة الوقت مع تصميم مرقة الاقتراع وهل أن التصميم كان ملائم لعدو الفرز اليدوي كانت نتائج إيجابية جدا لا يوجد أي خلل في تصميم مرقة الاقتراع وكذلك مساعدتها على العدو الفرز اليدوي إذن موعد المحاكات الثانية وبماذا ستختلف عن المحاكات الثانية؟ المحاكات الثانية ستكون بواقع محطتين في كل مركز تأجيل يعني العدد يضاعف نعم العدد يضاعف لأكثر من محطة وكذلك ستكون في نهاية الشهر إن شاء الله طيب وفقا للأمور اللوجستية والفنية هل المفوضية اليوم قادرة على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد وبأريحية عالية؟ هل من متعلقات مالية تتعلق بالتعاقدات اللوجستية؟ المفوضية استلمت الدفع الأولى من الأموال التي مكنتها من التعاقد الأولي قبل إقرار الميزانية ومن ثم بعد أن تم التصويت على الموازنة استلمت كافة المتعلقات المالية لا يوجد لدينا أي حائق مادي من هذه الناحية كذلك المفوضية تؤكد على استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر لا توجد لدينا أي معوقات تذكر لغاية اليوم لتأجيل الانتخابات المفوضية جاهزة بالنسبة 100% لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد طيب بالنسبة للأجهزة والمتعلقات الانتخابات هل الأعداد كافية؟ هل نحتاج إلى استيراد مجموعة من الأجهزة لتعزيز الأعداد الأجهزة المخصصة لانتخابات مجالس المحافظات كافية جدا حتى مع نسبة احتياط في كل مركز تسجيل وكل مركز اقتراع بالإضافة إلى التعاقدات على طباعة الورقة الانتخابية البطاقة البيومترية هذه جزء من الأمور اللوجستية والفنية المتعلقة بالانتخابات يعني الآن البطاقة البيومترية البيانات التي تنتهي المفوضية من مقاطعة بياناتها مباشرة ترسل إلى الشركة المصنعة فلذلك هناك بيانات الآن في يعطية طباعة حاليا الشركة تطبع البطاقات وإن شاء الله تكمل البطاقات لغرض توزيح إذن سيد داود بعد غد تجري المفوضية قرعة لأرقام المرشحين والقوائم هل ستكون هذه القرعة علنية وما هي إجراءات المفوضية في هذا الموضوع يعني لا توجد قرعة بعد غد إذن متى؟ نهاية الأسبوع إن شاء الله نهاية الأسبوع بعد غد هو كان المعد المقرر المقترح من قبل لجنة القرعة الذي قدمه إلى مجلس المفوضين وتم تأجيله استنادا إلى عدم مرود بيانات الناخبين الأفراد الذي هو ناخب الفرد يقوم مقام القائمة لازم نتأكد من عنده لأن هذا سيأخذ رقم قرعة ما المقصود ببيانات الأفراد؟ يعني التأكد من أهلية الناخب من ناحية الشهادة والاشتثاث البعث تقصد المرشح المرشح العفو المرشح أرسلنا كافة بيانات مرشحين الأفراد فقط الأفراد ليس مرشحين القوام مرشحين الأفراد الذين يدخموا أكثر من العفو بحدود سبعين مرشح وترد اتباعا التأكد من أهلية يعني خلال يوم من إن شاء الله ينتهي استلام كافة القوائم ولذلك القرعة ستكون في نهاية الأسبوع وستكون بصورة علنية ومركزية قرعة واحدة فقط في بغداد وبحضور وكلاء الأحزاب والقوائم أي شخص مرحب بي لحضور القرعة دعنا نتحدث أيضا سيد داود عن تحضيرات محافظة كاركوك لإجراء الانتخابات كيف تجري الأمور هناك؟ يعني كاركوك انتهينا من تحديث سجل الناخبين أيضا انتهينا من عملية المحاكات لا توجد أي مشاكل فيها مراكز التأجيل مهيئة ومستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر لا يوجد أينية لتأجيل الانتخابات في محافظة كاركوك من قبل المفوضية يعني كاركوك مثل بقية المحافظات ستجري فيها الانتخابات بموعدها المقرر إن شاء الله نعم سيد داود فتحتم باب المراقبة من قبل المنظمات المحلية وأرسلتم دعوات إلى منظمات دولية لمتابعة التصويت هل وردت الإجابات من هذه المنظمة؟ لحد الآن لم ترد أي إجابات نعني ننتظر إن شاء الله لسبوع القادم هو دائما يعني مع قرب الانتخابات تأتي الإجابات الغرض بداء الاستعداد للمشاركة في هل حصل تواصل بين المفوضية وبين هذه الجهات نعم دائرة الاتصال الجوائرية أو مثلا بيان لموقفها من الانتخابات على مستوى المراقبة أم أنها ممكن أن تدلي بملاحظات متعلقة بعملية الانتخابات؟ طبعا مهم جدا يعني المفوضية مهتمة بملف المراقبة من قبل المنظمات لأنها تنثل شريك أساسي لنزاهة الانتخابات كون أن المنظمات تنتشر في أغلب مراكز الاقتراع ولهذا المفوضية مهتمة بهذا الملف التواصل إحنا أرسلنا للمنظمات أكو بها يعني أرسلت الإجابات والحد الآن ستقدم بتقرير إلى مجلس المفوضين بعد انتهاء كافة الردود